اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حياتنا على فكرة وحشتوني جدا ويا رب اكون انا كمان وحشتكم النهاردة موضوع حلقتنا مختلف جدا جدا ويمكن بيهمنا كلنا وبيهم الستات والرجالة كلنا زقنا حل كلنا بنحب نشوف كل شيء جميل عينينا دايما بتحب تشوف الحاجة حلوة خصوصا لو انا عايش فيها زي شقتي او فلتي او المشروع اللي انا بكون قاعد فيه لو هو ديكوره مش حلو او الوانه مش مريحاني انا نفسيا وانا راضي عنه كله على بعضه اكيد انا مش هكون بنتك كويس مش هكون قاعد في المكان ده مبسوط احنا كلنا بنحب نقق بيتنا على زقنا اي اتنين بيتجوزوا او هيتجوزوا جديد بيحبوا ينققوا ديكور بيتهم بيحبوا يختاروا كل تفاصيل الحاجة الموجودة جواه البيت طب ليه انا اختار الحاجات دي بنفسي وانا ممكن ارجع لحد متخصص يساعدني فيها هقولكم مثال احنا ممكن نكون عينين وعندنا دور برد صغير جدا وانا مقتنع ان ده دور برد فأروح ااخد اي دوة او اي علاج انا متعود ان انا بغضو وبعد شوية اكتشف ان اللي كان عندي ما كانش دور برد فكان الصح ان انا ارجع لحد متخصص هكذا موضوعنا النهاردة دي كراتنا وحياتنا وشقتنا وبيتنا وكل حاجة حوالينا حلو ان انا اختارها بنفسي لكن حلو كمان ان انا ارجع لحد متخصص يساعدني في ان انا اختاره مش هو اللي هيختار لي لكن هيساعدني هنتكلم النهاردة اكتر في موضوع الدكور وازاي اقسس بيت بشكل شيك بشكل مناسب ليه ولزوئي هنتكلم اكتر في الموضوع ده مع المهندس مصطفى عمورة اهلا بحضرتك بشكل موضوع موضوع الدكور بيشغلنا كلنا اكيد طبعا ويمكن بيأثر علينا كمان نفسيا يعني انا لو قاعد في مكان احب اشوفه حلو واحب اكون مبسوط به وبشكله ده اكيد بس قبل ما اتبسط به بشكله لازم اتبسط بتكلفته تمام ممكن الناس اول ما سمعت ان انا ارجع لمهندس دكور قالوا ياه يبقى انا كده هدفع التكلفة بدل حاجة واحدة حكتين ازاي هحد التكلفة لو انا بوضب مثلا شقة صغيرة تمام او بوضب فيلا او بوضب مشروعي سي محل طيب هو احنا مبدئيا عندنا مشكلة ان انا كمثال لما عميل بيكلمني قبل ما يعديني اي تفاصيل بيقولي المكان ده هيتكلف كام فدي طبعا حاجة غلط جدا مفيش حاجة او مفيش معايير توصلني ان انا اقدر حسب التكلفة فاهم نقطة وانا ببتدي خلاص انا يعني مقدم ان انا ببتدي اشطب اي واتفر اي مكان ابتدي اشوف انا ايه النقطة اللي انا محتاجها في المكان ويفضل طبعا وده الصح ان انا ابتدي اكاري التصميم انا لو همشي بالويل مصبوط مش عايز احضر ولا وقت ولا فلوس وعايز الحاجة تطلع مصبوطة ان انا ابتدي اعمل تصميم تصميم ده يعني ليه يعني حاجات كتيرة جدا مفيدة اولا هبتدي عارف انا حط ايه فين شايف متخيل كل حاجة قدامي في وحدتي تاني نقطة معايا مؤيسة انا دلوقتي هبتدي نيجي لردن على نقطة حضرتك اللي تكلفة هتبقى كام وانا هحد التكلفة بناء على ايه لازم يكون معايا معطيات المعطيات بتاعتي دي هو التصميم انا اعمل تصميم تدي اطلع منه مؤيسة ساعتها هنقدر نقول احنا هنصرف كام هنعمل ايه فعشان كده انا دايما يعني بدي ابروف على اي حد بيكلمني لا اعمل تصميم انت بدون تفكير لازم تعمل تصميم فاش يكلم مهندس ديكور او شركة تشتيب يقوله انا بيتي هتكلف كام لان السؤال ده اصلا عامل عقدة نفسية لمهندسين مصري لا انا بكلم الشركة بقولهم انا عندي الوحدة بتاعتي دي سواء كان مشروع او شقة عايز اعمل كذا كذا فيها متطلبات انا واحد اتنين تلاتة انا دوري كمهندس ان انا اخد المعطيات اللي بتديها لدي اترجمها لك في بروشكت اترجمها لك في وحدتك ان انت تبقى شايف كل حاجة من غير ما تهضر وقت ولا فلوس ان انت تعمل حاجة وفي الاخر ما ترجعش عكباك بس هرجع لنقطة ان التكلفة برضو مقلقة اكيد طبعا فاحنا عايزين نعرف انا دلوقتي عندي شقة مثلا 100 متر ممكن تدخل تكلفتها في قدقية يعني حسب الحاجات اللي انا بحددها ولا بتغلب بسبب ان انا بروح مثلا لمهندس ديكور هو معالي هو احنا عندنا ثقافة من قديم الازل لمهندس ديكور ده هيغلي تكلفة الحاجة هو بالعكس ده درس وعدة بتجارب كتيرة جدا اهلته ان هو ما يوقعكش في الاخطاء ان انت لو رحت جبت صناعية لوحدهم او جبت حرفي لكل مهنة هيوقعك فيها فهو ده ده هيوفر لك تكلفة مش هيخليك تهضر فلوس ولا تهضر وقت لان الوقت برضه بيساوي فلوس فمش هيخليك تهضر اللي اتنين هو ان احنا بناخد ان حضرتك لو هتجيب اللي هيدهن البيت او المشروع فهيبقى التكلفة ضعف لكن هي انا بشوف ان هي العكس ممكن يكون حد بيتعامل مع حضرتك في كذا مكان فانت بتصك فيه في اسعاره هو ده اللي بيحصل فعلا هو ده اللي بيحصل المهندس بيبقى معاه حاجة بنسميها بلغة للسوق كده دولاب عمل حرفيين يعني بيكونوا طبعا كل مهندس على المستوى او على قدر الشغل اللي بيبقى معاه بس بيبقى هو فهم طبيعة المهندس فهم دماغه فهم الاخطاء اللي هو بيتكلم فيها فخلاص هو لما بينقله من اكتر من مكان ده بيبقى كوسته اقل مش كوسته اكبر يعني او مدالة انا بلفت نظر الناس لي انه هو ممكن يكون اقل انه هو بيتعامل مثلا مع مهندس مصطفى في كذا حاجة فخلاص هو مزاي ما يكون بيتعامل معاه حاجة ده حقيقة هو ده اللي بيحصل فعلا ده حقيقة ده حقيقة ده حقيقة طيب امتى ألجأ لشركة او مهندس ذكور وقل له انا عايز اعمل حاجة في بيتي او في مشروع لا هو انت تلجأ على طول يعني ما تنتظريش ليه بقى ليه ألجأ ليه لان زي ما وضحت لحديك في البداية المهندس عمل كذا مشروع في وقت صغير او في وقت كبير فعده باخطاء كتيرة جدا هيخليك تتجنب ان انت تقع فيها وهو عينه بتشوف الخطأ قبل ما يحصل حضرتك كعميلة انت بتشوف الخطأ بعد لما بيحصل لا المهندس عنده الحتة دي او الاكسبرينتس دي افضل من الكلاينت انا بشوف المشكلة من قبل ما تحصل فبلحقها ما بهدرش فلوسي ما بضيعش وقتي انما كعميل لا هو خلاص المشكلة بقت موجودة وفي مشاكل يعني حلها بيبقى أصعب كتير لما تحصل حد تاني ممكن يقول انا ممكن زوئي يعني زوئي ما يعملهوش المهندس اللي انا بتعامل معي ازاي بتوصل ان انا دلوقتي جاية لحضرتك عايز اعمل شقتي ازاي بنقدر نوصل الحاجات اللي هي تناسب زوئي مش كل ذكور بي ناسبين اكيد طبعا خلينا متفقين ان المهندس ده برضو بني آدم عنده الحتة بتاعته يعني من رأيي انا كل مهندس عنده حتة شطر فيها اللي هي زوئه لما انا كعميل باميل المودرن باميل الكلاسيك باميل واتيفر لإيه الشكل المناسب ليا ببتدي اشوف تصميمات المهندس او شغله السابق هو روحه مناسبة الروحي ولا لا موده في الشغل مناسب ليا ولا لا ده رأيينا الشخصي كل واحد عنده زوء خاص في لبسه في أكله في شربه بس المهندسين يعني سهل ان هما يوصلوا اللمسة دي للعميل يعني بتوريه الشغل القديم اكيد طبعا من اهم معايير اختيارك للمهندس ان لازم تكون شايف شغله شايف المود اللي في شغله ده حتى لو مش مناسب لمساحتك شايف المود ده مناسب لك كشخص ولا لا انت عايز تعيش في بيتك بالشكل ده ولا لا تمام نرجع تاني نقطة التكلفة حضرتك بتقول انها بالعكس تبقى أقل طيب حضرتك قلت كلمة دلوقتي المؤيسة يعني انا بحسب المهندس ده على المؤيسة ككل ولا كل بيقسم لي كل بوينت وبيقول لي دي هتكلفك كذا دي هتكلفك كذا ودي هيبقى سعرها كذا بوسي هو احنا عندنا مشكلة في مصر ان معظم الناس او معظم الشركات بقت عشان تتفادى السؤال ده من العملة بقوا يعملوا باكتج وليكن مثلا المتر بألف جنيه الالف جنيه دول شامل اي مكان بأي سبيس بأي ارتفاع وده طبعا غلط هم بيتجنبوا اللي ويقعوا المشاكل مع عميل فبيحط نفسه في السيف سايد انا شايف من وجهة نظري برضا انا للشخصية ان اقمن طريقة للتعامل مع العميل والشركة نظام المؤيسة نظام المؤيسة ده بعد لما بخلص التصميم بتاعي ببتدي ادي العميل مؤيسة تفصيلية تكلفتي من كل خامة كام مصنعية كام خامات ده الافضل والموضوع بيبقى مارن اكتر العميل يقدر يغير خامة يزود خامة يبدل حاجة هو شايف فلوسه بتدفع فين بشكل سليم السوق المصري فيه اكتر من طريقة في الشغل يعني فيه نظام المؤيسة فيه نظام المتر اللي انا وضحته لحضراتك هو بيدي باكتج على بعض ده بكذا ايا كان تفاصيله ايه مش هتبقى فرقة وفيه حاجة بنشتغل بها اسمها كوست بلس انها كعميل عايز اشتري كل حاجة بنفسي عايز احسب الناس وبياخد نسبة من العميل وليكن 10% 15% بس من وجهة نظر انا برضو شايف ان هو حاجة مش عادلة لان المهندس بياخد كوميشن على الفرش على السجاجيد على كل حاجة بيشتريها في المكان حتى على ان يزلوا مختارها اه فانت هتاخد مني كوميشن ليه انت ما تعبتش معايا في حاجة انت ديتني زوءك حتى لو بصورة تاخد مني كوميشن ليه فانا شايف ان دي حاجة مش عادلة انا شايف من وجهة نظر ان افضل حاجة المؤيسة لان بتدي مرونة للطرفين بيتحسن موضوع بادئ على ما يبيضة زي ما بنقول حسستنا ان الموضوع سهل وقليل قوي لان احنا برضو كان عندي نفس الفكر ان انا لو رجعت لمكتب ديكور او مهندس ديكور انا ممكن اعمل حاجة تكلفة عالية هو حضرتك كده توجهتي في الشكل الغلط يعني ان التوجه من البداية لو فيه معطيات حضرتك عارفة انتي عايزة تعملي ايه هتتوجه ازاي انتي بتسهلي على المهندس او على الشركة التعامل معاك وما بيبقاش فيه نقطة ظلمة للطرفين صحا لو انا فهمة ده بيرايح اكتر طبعا بيرايح اكتر انا دلوقتي خلاص تعملت مع مهندس او شركة ديكور وبدأوا بالفعل يشتغلوا في شقتي او في مشروعي وفجأة انا لقيت حاجات اتغيرت من الاتفاق امتى اقدر اوقف شغل مع المكان ده وازاي برضو اقدر اتفق مع مكان تاني يكملي شغل على شغل قديم اه دي نقطة صلاح زوحة الدين دي اه طيب انا برضو عشان انا واحد من الناس وقعت في المشاكل دي قبل كده مجرد ما يحصل اي تغيير من العميل او من الشركة فورا لازم توقف لازم توقف العمل فورا وتبتدي تراجع حساباتك مع الشركة انتو عملتوا ده ليه تفهم وجهة نظرهم رغم ان المفروض ان هم يرجعوا لك قبل ما يعملوا اي اكشن مش متفق عليه بس برضو عشان الحق يقال ما ينفعش عميل يدخل يعدل اكتر من مرة على زوء المهنس اللي هو اختار وشاف ان هو مناسب ليه وفي الاخر هيرجع يقول لا المكان مش مش حلو بس برضو يعني ده مكاني اللي انا اعط فيه وهعيش فيه سواء مشروعي او بيتي مزبور فممكن اعدل كذا مرة وممكن الحاجة اللي انا كنت شايف انها تطلع حلوة تطلع مش كويس هدي نرجع بقى لأول نقطة تاني ده دور التصميم مش دور التنفيذ انا اعدل زي ما انا عايز مع المهندس طول ما احنا محطناش اساس في المكان طول ما بدأناش شغل في المكان اعدل في التصميم زي ما انت عايز يعني انت شايف مكانك دلوقتي قدامك اعدل مرة واثنين وثلاثة لحد لما توصل للوقت للشكل المناسب لي انها مجرد ما بدأت العمل ما تحاولش ان انت تعدل كتير لان ده بيرهك الصناعية وبيرهك المهندسين انت بتحول من غير ما تشعر من المهندس اللي معك ده المقاول اه طبعا والمهندس لما يلاقي ان تصميمه اللي هو بيقعد يصهر عليه الليل ويتعب عليه جدا بيتغير بتخلص حق يعني انا هو اخذ مني فلوس فعليش بقى ما هو انت بتدر نفسك انت بتدر نفسك مش بتدر المهندس المهندس مهما كان هيخلص البروجيكت بتاعك ويمشي مش هيعيش في المكان المهندس وهو بيكاريت التصميم هو تفادى اخطاء كتيرة انت مش شايفها ومش لازم يكون الهالك مهم ان انت شفت شكلك ده ابدأ فيه متوقفش المهندس عشان لو حصل اي لغبطة بين المهندس وبينك يبقى المهندس المقصر فيها ما تبقاش انت لسبب فيها لان دي مشاكل بنوعها فيها كتير جدا مع عاملة انه يخش يغير حاجات كتيرة مرة واثنين وعشر دي دي حاجة بترهك المهندس جدا وبتبوز الشغل يعني كتر التعديل في الشغل بيبوز الشغل عشان كده روحو دي خدت بالك في اي بروجيكت كبير هو بيبقى فيه لو حد تنفيذية بيبقى فيه اشراف خلاص هو ده موجود ده كرآن ده اللي هنفضل ماشيين عليه هل فيه حد ممكن يسلم مفتاح الشغل حضرتك ويبقى فيه ثقة لدرجة ان شطب لي او يعمل لي كل اللي انت شايفه صح بصي برضو بطبيعة السوق في المصر صعبة لو تعامل بين مهندس وفرد اول مرة عشان كده دايما بقول يحاول يوكل حد يكون فاهم على الأقل خطوط عريضة مش لازم يكون فاهم ما في المية يقدر يرائب على المهندس ويشوفه ماشي في الوقي الصح او الوقي الغلط والموضوع حتى مش لازم يوكل مهندس هو لو بعت صور الشغل الحاجات اللي هو حبيبة او شايفها لا الصور البروجيكت اللي شغال دلوقتي لو بعته لأي مهندس هو هيقدر يشوف الدفوهات من الصور مش لازم يتعب نفسه وييجي ويفضل ان يكون التعامل فيه ثقة يكون فيه حد مشترك تتعامل مع المهندس ده وشافه ويش هيكة بتتبني خطوة خطوة طيب انا كعميل جاي دلوقتي اتفق مع حضرتك بردو ايه المميزات بقى اللي انا هاخدها غير ان انا هواكب مثلا حاجات جديدة في الموضة انا مش واخد بالي منها هطلع حاجة شكلها شيء ايه مميزات تانية غير كمان ان التكلفة ممكن تكون كويسة هو لا مش ممكن هي ان شاء الله التكلفة بتبقى كويسة لان المهندس بيوفر كتير جدا لأي كلين ايه المميزات طويلة يعني اي مكتب بيشتغل في التشتبات لازم بيدي جرانتي للعميل وليكن تلات سنين خمس سنين ايا كان الجرانتي للشركة بتديها يعني برضو ان هو يتفادى اخطاء الشغل بما يوقعكش في اي مشكلة دي حاجة برضو تسوي كوين ما مادية كبيرة بس ورنا من وجهة نظري برضو الجرانتي دي حاجة كويسة انا لو بعد سنة اثنين تلاتة شققتي او في اللاتي حصل فيها اي مشكلة انا هجيب المهندس اقول له لا صلح اللي انت عملته او صلح المشكلة هو اسمه هو المهندس في الاول واخر صمع طبعا طبعا صمع طيب ازاي استلم التشتيب وازاي اكتشف انا طبعا ما عنديش خبرة خالص ومسلمك شقتي ازاي استلم اعمالي التشتيب وازاي اطلع اخطاء منها وانا مش عارق برضو نرجعنا لأول نقطة انا دلوقتي لو معي تصميم بشكل موضح التصميم ده بيشمل كزا حاجة انا بستلم من لما العميل بيستلم مني تصميم مش بسلمه شكل المكان بس بسلمه سكشنات او مخططة تنفيذية لكل باند من البنوت فمش لازم استنى الاخر لحظة خالص عشان خاطر اعرف ان في مشكلة عندي انا مجرد ملسكاشن دي معايا ولياكم باند الكهرباء باند الكهرباء انا موجود عندي دي توزيع نقطة الكهرباء في الوحدة عندي بس انا بقعد مع المهندس قبل ما بنبدي اي تعاقد فاهمني ايه اللي موجود لو انا ما عنديش خبرة ازاي اطلع اخطاء يعني انا ممكن ما عنديش خبرة ويكون المهندس عامل لي اخطاء جمدة جدا سواء فلون يعني ممكن الوان مش مشية مش لايق ما ينفعش مكان عاملهولي كلاسيك ومودرن مع بعض وانا مثلا شايف الحاجة واو بعد كده في ناس هتجي فهمه تقول لي ازاي انت عامل كده فانا ازاي اطلع غلط ازاي لا معهو الغلط شكين فيه غلط ديكوري وفيه غلط من الكحرفة الغلط الديكوري ده انا بتفادا من ان انا مجرد ما بستلم الديزاين انا عيني بتبقى شايفة كل حاجة كويسة مع بعض ولا لا مش بستنى لما ديجي للحظة الاستلام عشان نتفاجئ ان الدنيا يعني زي الزفت لا احنا من البداية هنقدر هنقدر نتفادا ده الغلط الفني زي ما وضح لحضرتك انا مجرد ما معايا توزيعات لكل حاجة موجودة كحرفة لو انا ما عنديش خبرة بعض مع المهندس في البداية فهمني ايه اللي موجود في الرسومات دي وببتدي خطوة خطوة المهندس ماشي فيها اراجع الكلام اللي موجود في الرسمة ده هو هو اللي تعمل في الحقيقة او لا وفيه غلطات بقى فنية بحتة اللي هي مثلا علب ما تعملتش على مزان مزبوط ايه الاخطاء اللي في التشتيب اللي حضرتك بتشوف ان هي فعلا صعبة تعدي بوسي هو فيه بنود سهل ان احنا نعرف نصلح اخطاءها وفيه بنود لو خلاص احنا تحطينا في وش المدفع دي خلاص ده غلط يعني اكتر البنود اللي غلطها بيبقى فادح وتكاليف الترميم ده بيبقى صعب بند السراميك ده مش محتاج مهندس خالص ان هو يستلم اخطاءه بتبقى باينة اخطاءه بتبقى باينة جدا فيه اخطاء ما بتبقاش باينة زي مثلا اتجاه المي الميول دلوقتي فيه شركات كتيرة بدون ذكر اسماء الشركات يعني الموضوع بقى اسهل عن زمان ان انا بشتري منتج وليكن للسباكة من شركة سين شركة سين دلوقتي بتيجي بتستلم من المهندس اصلا بدون اي تكاليف وبتديلك شهادة ضمان على ده فمش هنستنى للحظة دي برضو اللي يبقى فيه مشكلة لا الشركة بتاخد بتديلك هيه شهادة ضمان انا كده خليت دور المهندس من الموضوع خالص بالنسبة كاميول يعني ومعظم اخطاء التشتيب بتبقى باينة يعني الحاجات اللي هي نقدر نقول صعب ان هي تتلحق بتبقى باينة جدا مش محتاجة مهندس ما بقول حديك زي باندل السيراميك زي باندل جيبسون بوردة والقسق في المعلقة لو في ميول كبيرة قوي انا بعيني وانا مش مهندس اقدر اقدر ابيينها شكل عالة بالكهرباء لو فيها ميول اقدر الحقها من البداية انها ما استناش يعني انا حاول انا ككلاينت ما عنديش لسه ثقة مع المهندس احاول اتراجع ورا دايما اروح ابص على المشروع بتاعي دايما عشان ما نقعش في غلط برضو كلنا واقعنا فيه ان يفضل المهندس شغال مدة طويلة وفجأة الكلينت مايجيش اصلا يبص يوكل حد يجي بص من وقت الالتاني انا ما بقولش يبقى موجود باستمرار بس ده مكانك اللي انت بتصرف عليه شقع عمرك وده مكان اللي انت عايز تتعيش مستليح فيه فمن وقت الالتاني حاول تيجي تبص بس طيب هي دي الاخطاق اللي سهل ان انا عيني تشوفها او ممكن اي حد يلاحظها ايه الاخطاق بقى الجوهرية الصعبة ان انا اكتشفها ممكن حضرتك تلفت نزلنا ليها يعني بعيدا عن ان احنا ان شاء الله حسب ترتيبي ان احنا هنتكلم في بند بند منفصل ان شاء الله مع حضرتك بس الاخطاق اللي ما ينفعش اتعدي هو انا عندي حاجتين دول اللي هم ابعت درجات السفتي اللي هي الكهرباء والسباكة لازم اكون حذر جدا انو انا بشتري منتجات اشتريها من شركة معروفة وشركة ليها تقول لها لان دي روح ناس يعني سواء للكهرباء او للسباكة ويفضل طبعا ان لازم المهندس يكون مشرف على ده بشخصه لان دي ارواح بني ادمين يعني ما ينفعش ان انا اتهون بيها فانا عندي البندين اللي مفهومش تهون هما الكهرباء والسباكة انا ككلاينت بفرض على المهندس لا انا عايز اشتغل بالشركات المعروفة يعني مش عايزك تحط التاتش بتاعها يعني انا عايزك تشتغل بالبرودكت اللي الناس كلها عرفاء انا كده وفرت لنفسي اعلى درجات السفتي اي حاجة تاني بعد كده تقدر تتلحق عادي يعني لو فيه اي مشكلة بسيطة المهندس او حرف يقدر يلحقها منما كاساس لا طبعا ما قدرش اتهون فيه ايه كنت قصر خلاص وبدأت تتقفل فدي صعب لانها قصر من الاول بجديد عشان كده دايما نحاول نجيب منتج او مش نحاول ده ده فرض ان انا لازم اجيب منتج ما يختلفش عليه اتنين والشركات موجودة في السوق واسمعها معروفة نفترض ان انا رحت لقيت اخطاء كبيرة بينه وانا بطبع خطوة بخطوة فيه اخطاء مين بيتحمل تكلفة الخطاء ده دي ميزة ان حضراتك تكون بتتعاملي مع شركة او مهندس بيكون فيه عقد بيلزم الطرفين بحقوق واجبات كل طرف من الاطراف فيه بند في العقد وده انا بأكد على كل الناس ان هي تكون يعني مهتمة او بالبند ده ان لو فيه اخطاء في العمل بيتحملها شركة التشطيب او المهندس المسؤول دي ميزة من ضمن مميزات ان انا مجيبش حرفي واشتغل يعني انا لو جايب حرفي يشتغل وفيه اي خطأ انا مش بقلل طبعا من الحرفيين بس انا لو حرفي عندي اخطأ مش هقدر ارجع عليه لان انا مفيش حاجة بتربطن انا وهو بتعاقد او بحد يكون خايف على اسمه فتيجي ساعتها تلجأ للمهندس تعالى بقى حل اللي انا وقعت فيه فلأ نقدر نروح لأهل الخبرة من البداية تمام طيب انا دلوقتي برضو زيرو خبرة زي ما حضرتك قلت ازاي اختار بقى الشركة الكويسة يعني انا دلوقتي محدش مثلا من قريبي او من اصحابي اتجه لمكتب ديكور او مهندس ديكور قبل كده خالص وبشوف اعلانات كتير على الفيسبوك على اوليكس على اي ان كان الاعلان اللي انا بشوفه فين وبشوفه عروض كويسة ومهندسين ديكور كتير ازاي بقى اميز افضل حد ان انا اتعامل معين تمام مبدئيا خلينا نتكلم مثلا على محتوى الفيسبوك لان هو اكبر ملتقى لشركات ديكور موجودة في مصر يعني انا ابتدي اشوف شغلهم السابق ولو اقدر اروح اشوف شغل حالي موجود بعيني هقدر برضه قيم الشركة دي كويسة او لا والمدة الشركة دي بقالها اد ايه في السوق يعني لسه فتحة من سنة ولا من اتنين ولا بقالها خمس ست سنين في السوق لان شركات ديكور بتخاف على اسمها مش هقولك ان ما فيش شركة ما بتقعش في مشكلة بس احتواء المشكلة ازاي هو ده اللي بيميز شركة عن التانية يعني انا ممكن اكون لسه مهندس عامل مكتب بس انا عايز اعمل اسم وممكن ميكونش لها شغل سابق هي سلاح زوح الدين لو انا شركة لسه جديدة فانا عايز احط رجلي في السوق عايز افتح سوق لنفسي كبير بس هي سلاح زوح الدين يعني الشركة دي عدت بتجارب فعلا تأهلها ان هي تمسك برويجكت من الالف للياء ولا لا عدت بمشاكل كتيرة تؤهلوا لده ولا لا اصلا الخبرة بتيجي من ايه من كتر المشاكل انا وقعت مع كلاينت في مشكلة واثنين وثلاثة بقيت انا عارف احتوي المشاكل لزاي بقيت بقبل ما المشكلة تحصل بروح اجري عليها وحلها لزاي هو ده اللي بيميز مهندس عام مهندس او شركة عن شركة ما بستناش لما المشكلة تقع عشان احلها انا لأ من البداية بحل المشكلة او عارف ان هنا في مشكلة فمش هلجأ لها اه حضرتك تقصد الخبرات السابقة زي ما انا بروح لدكتور او حد خبراته كبيرة في حاجة انا رايح طعبان فيها اكيد طبعا اكيد خبرته بتفرق عن حد مبتدئ طيب التكلفة برضو بتختلف يعني حد مبتدئ غير حد عنده خبرات سابقة اكيد طبعا انا دلوقتي انا بعمل مؤيسة العميل ولياكم مثلا انا سيم من الناس عامل بند بجنيه وصاد عامل بند بجنيه ونص مش بجري على الارخص ولا بقول ده اغلى لا انا ببتدي اشوف ده بيقدم لي ايه بالقيمة اللي كاتبها وده بيقدم لي ايه بالقيمة اللي كاتبها احنا عندنا مشكلة دايما وبرضو معظم الناس واعوا في اخطاء ان العميل دايما بيدور على السعر القليل العكس فيه ناس بقى العكس يعني عايزة ألف انتظر حضرتك والناس برضو ان فيه ناس بتحسب دايما الغالي فأكيد محترم وشغله كويس جدا وما يعرفيني عليهم الناس دي ما عرفهمش يعني احنا عايزين نسبت لهم ان العكس بالعكس هو الشغل يمكن يكون فيه امانة يمكن فيه حد تاني بيغلي لمجرد انه يبين ان شغل حالي برضو مش فكرة طبعا الامانة لازم تكون موجودة بس احنا عندنا كذا مشكلة كل الناس ويعوا فيها بمجرد ما نزلوا لسوق ان انا دلوقتي ما بيبقاش فيه اتفاق واضح بيني وبين العميل انا عامل مؤيسة مبهمة مش فاهم ايه ابعاد المؤيسة او مش عارف انا هسلم العميل بانهي شكل فييجي العميل بيسأل قريبه بيسأل صديقه ده المهندس كاتب لي كذا في المؤيسة والطرف اللي دخل ده مش عارف هو هيستلم منه بناء على ايه فييجي هو للمهندس لا انا عايز استلم منك البند بناء على واحد اتنين تلات فييجي المهندس يقوله لا انا مش متفق مع الكلاينت على كده فتبتدي المشاكل تحصل من هنا فعشان نتجنب النقطة دي نحط نقطة لازم نحط نقطة بطريقة استلام بعقد ونبتدي نقيم الجنيه او القيمة اللي محطوطة للبند دي تساوي فعلا ده ولا لا لانه ولا الغالي اوي هيديني الكواليتي الكويس ولا الرخيص اوي هيديني الكواليتي الكويس يعني هو خيال الامور الواسع هو على الا الا ان انا اكون بشوف الشغل اللي انا هستلمو او احسب ان انا اكون متزن يعني ولا الغالي تمنو فيه ده حقيق وكتر التفاصيل ما بتخليش مشاكل يعني انا وانا بتفق مع الكلاينت لا أنا هسلمك البند بناء على كذا وكذا المتالية اللي موجودة كذا فيه إشراف كذا كل ما النقل بتبقى أوضح كل ما ما بيبقاش فيه خلافات أكون إحنا الاتنين مرتاحين طبعا إحنا موضوعنا كبير زي ما حضرتك قلت إحنا نجمله في حلقات تانية كتير إن شاء الله لكن إحنا نطلع بحلقة النهاردة إن أنا أميز أشوف شغل ناس قبلية أو أشوف شغل الشركة دي الغالي مش تمنه فيه ولا الرخيص قوي لازم أكون خير الأمور الوسط أكون فاهم أنا هاخد إيه مقابل إيه شكرا جدا مش مهندس ويا رب نكون أفدنا الناس إن شاء الله ونكمل إن شاء الله حلقات جاية إن شاء الله شكرا لكم ولمتابعاتكم لينا وإحنا طبعا موضوعنا ده مخلص لكن عايزين نعرف أسئلكم وإيه الحاجات اللي بتدور حوالين الموضوع ده إبعاثوننا وإن شاء الله إحنا معيكم في حلقات جاية تانية إن شاء الله يكون معنا مش مهندس مصطفى ونكمل أكتر ببسط جدا لما بكون معيكم وهتوحشوني للحلقة اللي جاية كريستينا ني ترجمة نانسي قنقر